هذا وقد أكد رئيس جمهورية تاجكستان إمام علي رحمن أنه يعتز بعلاقة الإخوة التي تربطه برئيس عبدالفتح السيسي الذي قاد مصر نحو الاستقرار وخلق مناخ ملائم للاستثمار جاء ذلك خلال كلمة رئيس تاجكستان في منتدى الأعمال المصري التاجيكي الذي عقد بمقر الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين هذا وقد وصف رئيس تاجكستان المنتدى بأنها خطوة مهمة في تطوير وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين كل من مصر و تاجكستان وعضف رحمن أن حكومة تاجكستان مستعدة لدعم المقترحات المدروسة من المستثمرين لإقامة تعاون في هذه المجالات